السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه ورحب بكم من جديد دائما معكم سيف أصدقائي بالنسبة لعملية التشويق أثناء تزويج طائر الحسون يعني هل يجب أن تعمل تشويق أم لا وهل فيه فائدة أم هو مجرد خرافة وكذبة بالنسبة لي أصدقائي التشويق ضروري ضروري جدا لإنتاج الحسون يعني بعد تجارب قمنا بها فيها السابق وجدنا أنه التشويق بالنسبة لطائر الحسون ضروري لماذا؟ لأنه فيها السابق كلنا كلنا قبل ما نبدأ الإنتاج قبل ما تشيع حكاية الإنتاج أو إنتاج الحسون أغلبيتنا كانوا واضعين ضاكر حسون مع أنثى على مدار السنة ولا ممكن يخلوه مدة تقريبا من فصل الخريف حتى الفصل الرابع ولم يحدث تزاوج إلا في حالات قليلة جدا يعني ماش نقولك كدير الضاكر مع الأنثى ما يحدث تزاوج لا إذا كان الضاكر هذا تجمع الأنثى من القبل هذا السنة عادي تزاوج حتى لو كان ما تشمعها من قبل كاين بعض الطيور لتتزاوج يعني الأنثى تجهز وتقوم بضعية تزاوج ولقحها الضاكر وعادي لكن النسبة الكبيرة لا تتزاوج إذن يجب أن تقوم بالتشويق التشويق هذا كيف يشيكون داير يا إما إذا كان عندك آآ غرب كثيرة يعني في بيتك تضع الإناث لوحدها في غرفة والذكور لوحدها في غرفة احتى يلحق موسم التزاوج ولا يقرب موسم التزاوج شوف تورتاعك بدأ تدخل في الجهوزية تبدأ تقرب الإناث للذكور عشرين دقيقة أو ربح ساعة أو حتى ساعة عادي وبعد تبعدها أما إذا كان عندك الضيق إذن التشويق يكون غير مرئي يا إما في قفص وتضع الحاجز غير مرئي يا إما قفص فوق قفص بحيث لا يرى الضاكر الأنثى والعكس يعني يسمعوا الصوت تحم فقط ومرة على مرة تقوم بتعليق قفص الضاكر أمام قفص قفص الأنثى كذلك بالنسبة للتشميس والاستحمام يعني ماشي كنقول لك ضع الأنثى في مكان وما تحركهاش ما يعنيش أنه ما لازمش تقدم لها الاستحمام ولا التشميس قدم لها الاستحمام والتشميس لكن لوحدها يعني من الأحسن ما تخرج معها الضاكر هنا تضرب عصفرين بحاجر مرة تشمسهم ودير التشويق ما تخليش الضاكر يستحم أمام الأنثى خرجها هي أو دير الضاكر بعيدة لها وخليهم يستحموا ونلتقي موضوع آخر وشكرا شكرا شكرا